مساء الخير مثل ما تعودتوا وين بيكون الحدث نحنا بنكون موجودين وكل نجوم الوطن العربي موجودين بالعاصم القطرية الدوحة بمهرجين ربيع سجواقف تابعنا قبل مقابلة خاصة مع أصالة نصري ومقابلة خاصة مع النجم صابر رباعي واليوم رح نكون بمقابلة مع النجم العربي ولي التوفيق وأجواء حفلته كل التفاصيل رح نتبع سواه عاشقها أنا أيوة البان عمك في الصام رجال أيوة البان عشان وإنك في الصام رجال عاشقها هلا 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 أدبت مبسط لما تشوف فيه ألاف عم يتفاعلوا معك وتشوف هال اللي زرعته طيلة هالسنين عم ترجع تحصده أكتر وأكتر بعد هلا الأول شيء مبسط فيك أنا والنيو تيفي نورين الدوحة وتاني شيء ما في شك أني أنا بالدوحة بكون سعي جدا والجالي هون بتاخد العقل والشعب القطري محب جدا لأنه داش بتزعل أنه بلبنان السياسة والمشاكل السياسية الناصحة من الدول المجاورة والمشاكل الداخلية والطائفية والمذهبية بدل ما تخلينا نتقدم عم تخلينا نتراجع وغيرنا عم بيتقدم ما تعودنا هيك ما بعرف شو اللي عم بيصير هيدا مش حرب لبنانية ولا حرب هيدا كله اللي عم بيصير احنا بنرفضه أنا كاللبناني بدي أحكي أولا وكمسلم الإسلام علمنا المحبة علمنا نسامح علمنا ما نقتل حتى النملة أو أي شيء حي حرام نقتل يعني القتل باسم الدين مرفوض تماماً مرفوض تماماً منها مسلمين ومنوحد الله إن كنا مسلمين أو مسيحيين أو حتى اكتورات كل كتب السماوية بقرآننا بقرآننا معترف فيه ونحترمه ومنقدسه وفي جملة معروفة عند الرسول الله ومصلي وسلم عليه وعلى أصحابي وسلم سألوه يا رسول الله قالوا ما الدين المعاملة يا رسول الله قالوا ما الدين المعاملة يا رسول الله قالوا الدين المعاملة أنا مش مفتد الدين ولا عم بيحكي اللي تعلمته من بي ومن أهلي ومن بيتي وهيدا بيت كل لبناني أنا أتمنى من كل قلبي عم نقتل بعضنا شادي ليش كمان يعني بمنطقتك اللي هي شمال لبنان ترابلس اللي عم بيصير فيها أمر محزن جداً الأولاد نفس المنطقة عم بيختلفوا وحتى كمان يعني الغربية اللي دخلوا فيها عم بيسببوا مشاكل بدخله اللي بيموت يمكن بيروع عن ربنا أكيد مش يمكن الوجعة هو وجعة الأمهات الأب الشهيد اللي بيكون ماشي بالطريق لزنب له ولا علاقة لا بحزب ولا بدين ولا له علاقة بأي شيء والوطن ما عم بينبنى والوطن هو اللي عم يتدمر يعني أنا كتير يأس ما عندي يأس هذا البلد إن شاء الله بده يعمر ويرجع أحسن مكان ونحن شعب بيت المقالت معك بالمقابلة الماضي مش من عاداتنا شعب طرابس الطيب إن كان جبل محسن ولا إن كان طرابس أنا عشت فيه وغنات ورحت وجيت مش عادات نهاية هذا فيه أنا بقول فيه طابور خامس خطير بالوطن العربي كله فيه مؤامرة على كل الوطن العربي الله يحمينا منه ويحمي لبنان وإن شاء الله يا رب يا رب ندعي كلاتنا بدنا نعيش مع بعض ما فينا يا رب أكيد فيه طابور خامس ولكن إذا كان فيه دول عم تشهد ثورة شعب حقيقية أنت بتكون معه أنا مع كل شعب بيطالب بحقوقه أنا مع كل شعب مظلوم أنه يرفع الظلم عنه لكن أنا ضد القتل وضد الدمار وضد أي شيء فيه ظلم وقتل أكيد فيه دول عم تشهده أكيد فيه دول عم تشهده أكيد فيه دول عم تشهده لا اعتمد المشاعر وبحق المشادي فيه دول عم تشهده لا يشهد يصلي دعني كنس Pretty ما فيه دول عم تشهده ما فيه دول عم تشهده شكرا